اللهم اني يتبرأوا من حولي وقوتي ويلتجئوا إلى حولك وقوتك يا ذل قوتي المتين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزاء التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة دروس مادة علوم حياة الأرض لمستوى أولى بكالوريا علوم جربية خيار فرنسية ومسلك دولي اليوم إن شاء الله بحويل الله لدينا آخر محوار من الدرس الأول اللي كان في الواحدة الثانية لدينا آخر محوار في هذا الدرس هذا المحوار تحت العنوان ديال لستركتور cellulaire intervenant dans لابسorption de l'eau et les sels minéraux البنيات الخلاوية المتدخلة في عمليات المتصاص الماء والأملاح المادنية شفنا في الحصة السابقة باللي الجودور وبعدد في المستوى الجودور دعنا حد لازمقل في الحصة السابقة باللي الجودور وبعدد في المستوى الغلبان ومسلك دولي المتصاص الماء والأملاح المادنية شفنا في الحصة السابقة باللي الجودور الخلاوية رئيسية اللي مسؤولة على التبادلات دي الماء والأملاح المدنية بين الوسط داخل الخالية والوسط الخارجي. وهذه بنيات الخلاوية هم لبنية الخلاوية والبنية الثانية وهي الممبران بلاسميك. هنشوف الجدار الخلاوي و هنشوفو الغيشاء السيتو بلاسمي. و هنبدأو بلاباروة سكوليتيك ولا نسميها كذلك البروة بكتو سيلولوزي كذلك اللي كسميها بروة سيلولار. الان شفنا البنية دي المدنية دي المدنية الخلاوي اللي هو البروة سكوليتيك. الان قابلة هو آخر مكونات مكونات دي الخالية. وهو اللي يعطينا هادك الشكل الهندسي دي الخالية. النباتية بطبيعي الحال. و جلنا هاد البروة سكوليتيك. كي توجد إنوك من شلي سيلولي فيجيتال. كنلقاه فقط عند الخلايا النباتية. كي تكوليها من ثلاثة ديال انواع ديال الأغشية. عندي واحد الغيشاء الدخلاني كي تسمى لالاميل موين. اللي هو بزرق عدنا فصورا. دايرين بيه جوج ديال الرشي zawدنا نفس اللي هو ماب لون اللي هي تسمى اللي щоб commander cavعت Favorite 중요한 في هذه المنونية سكولية بعض العاملة مع العزارة وانتوغي بار ديو باروة بريمار و ديو باروة سيغندر كي كوندارين جوش جوش جوز راما فلواتيقة بيني الوغ سوالو حداخور شنا يالا لاناتور شيميك ديال هاد لباروة سكوليتيك طابيع الكيميائية مناش مكووليها هاد الجيدار الخلاوي الوغ جيدار الخلاوي مكووليها سيغا كبيرة من السكريات من اللاجلي سيد و بالضبط من السيليلوز وبالبيكتين اللوز أو بقتين ذاكش على إسميناه حكل إسميناه يقوللكم لبله بقتوcellulose يعني كتوولينا من بقتين ومن السيللوز أعقلا لها البله سكوليتيك تقولینا من سكرية متى قناته لها سیلولوز يعني لها اللقائمة بلبله البله سكوليتي تقولینا من السكرية و هذا اللحظتم انا في الصورة فهذا البله سكوليتيك تقولینا من السكرية فيه مجموعه دل الثقوب ثقوب نقوم بحيث الرسل إليه لذلك نقوم بإصدفر قسم الرس revisit لذلك يجب أن يكون على صحيح من خالية ويجبر وهي يوجد في المؤمن المفهومة بينما تكون في المنزل الغذون من المفهومة وأتي أتجب أن يكون المشن مفهومن أترى هذا العمل للتصلي يُعرفون بالممbrane يساعد النظام لذلك يسأل المنزل أطفرت الدخول في هذه نفس الرسم تختطي اللي لدينا في الصورة فاركب اللي يبلي العشاء السيتو بلاسميك وتكون من جوش دية الطبقات الممبران بلاسميك وللان الممبران ستو بلاسميك فهها جوش دية الكوش دي كوش نكشالك ستقود تسمعوا إذا كنت تسمعوا بكوش يعني فيها دو كوش بكوش يعني جوج ديال الكوش جوج ديال الطبقات الطبيعة الكيميائية هذه المرة هي الدهنيات اللي لبيد لنكويلة السيلوروزيك والبكتوسيلوروزيك تكون لنا من طبيعة الكيميائية وتكون من سكريات هذه المرة تكون لنا من الدهنيات دكشاش كنقولو بكوش ليبيدك وبالضبط النوعية ديال الدهنيات هي الفوسفو ليبيد الفوسفو ليبيد وهذا الغشاء السيتو بلاسمي هو اللي كيفصل ليا بين الواسط الداخلي اللي هو السيتو بلاسم والواسط الخارجي الواسط الخارجي هو أي حاجة برا الغشاء السيتو بلاسمي لدي هذه المرة ويوجد في رسم تخطيطي اللي عندي باللون البنفساجي هذو كما الدهنيات هذو كما الجوجة للطباقات الدهنيات كما تشوفون مقلوبين وعندي البنية وحده وخرين اللون الأزرق هذو كما قلتو كنقولو هما هما لدينا نواقل يعني النقل من خلال الغشاء السيتو بلاسمي عندي واحد نوعية دير جوزئات لباشي دوزولي من واحد الواسط الواحد الواسط خصوم مجموعة دير النواقل اذا هذو كنواقل فراهو مع بروتينات اذا الغشاء السيتو بلاسمي كما تشوفو كي تكون ليه بكمية كبيرة تمانين في المية تقريبا من الدهنيات وواحد نسبة قليلة ديال البروتينات والسكريات وهذو كليفوسفوليبيد كما كان عارفو فراهو مكوني اللي يمجوج ديال العناصر الاسيد غرا والاسيد فوسفوريك ذاك شاش يسمونونا الفوسفوليبيد هاد الفوسفوليبيد عندهم واحد جوز ديال خصائص وهو انهم عندهم جوز ديال القناة ولا جوز ديال روس واحد الرأس اللي كنقولو ايدروفوب يعني كاره للماء ما كيقدش انه يدوب في الماء وواحد الرأس وواحد اخر اللي ايدروفيل يعني محيب للماء دا بعد ما تعرفنا الاستريكتور ديال الممبران بلاسميك ديال غيشة السيتو بلاسمي قلنا بسيغة عامة بليكيتكولية من جوج ديال الكوش من جوج ديال طبقات الكيتكولية من الدهنيات وبالضبط انه نوع ديالدهنيات من الفوسفوليبيد الفوسفوليبيد ها لو غير عقلتو فاشدرنا على العناصر اللي كيختار قوليه ولا باشي دوزوليه من الغيشة السيتو بلاسمي هدرنا على تلتة ديال النوار ديال النقل هدرنا على النوع اللي 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 هو ديفيزيون سامبل يعني انتشار الباسيط وكسمينا كدلك الانتشار الحر ديفيزيون ليبغ وقلنا ببساطة الجزئات كينتقروا ليه من الوسط اللي في التركيز مرتفع الوسط اللي التركيز فيه منخفض كي دوزوليه ديريكت من هاديك الفوسفوليبيد كي دوزوليه ديريكت من الدهنيات ديالغيشة السيتو بلاسمي فهم عقلاليه بينما فاش كانتر على التخنصبور فاسيتي يعني النقل المساهل لأنه نفس الشيء هو العناصر كي دوزوليه من الوسط اللي في التركيز مرتفع الوسط اللي في التركيز منخفض ولكن كي خصوم يدوزو من واحد مجموعة ديال النواقل بروتينية هذيك النواقل يالي كجززوم من واحد الوسط كتحطهم الوسط وحد اخر لانما تناكي كل حجم ديرهم كبير ولا كتكون عندهم شي شوحنا اتسترا اتسترا فهم دانك في التخنصبور فاسيتي النقل المساهل داروريق نخص يكون عندي ان بروتين واحد البروتين اللي غين نقل ليا للعناصر من واحد الوسط الواحد الوسط هما دوك اللي كتشوفوا بواحد الالوان مختلفة من ما دي بينما اخر نوع اللي هو لتخنصبور اكتيف النقل الناشط اللي غنا فيه جزئات كنتقلو لي هاد مرة العكس من الوسط اللي فيه تركيز منخفض مرتفع وباش يتم عندي هاد النقل هاد تخصني ضروري الانرجي تخصني ضروري الطاقة من فهم دونك هدا كخلاصة لاذا كشيري شفنا قاع فاد الفقرة ديال الدرس هاد النفون ما قدل على بلغنا هاد الفوسفوليبيد الدونيات ديال غيشاء سيتو بلاسمي فيهم جوج ديال طبقات وفيهم جوج ديال الرؤوس والجوج ديال جوج ديال اقطاب قطب كاره للماء وهو هادوك اللي فيه ذوك الريوس في ذوك بحل الضويرات وقطب محب للماء اللي اسمنا ايد غوفيل اللي هو لعندي الوسط في ذوك البحل الرجيلات ديال لفوسفوليبيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته